موسيقى موسيقى أهلا بكم عزيزي المشاهدين لحلقة جديدة من برنامج فضاء حر نناقش فيها أسباب الحرب في اليمن وآفاق السلام موسيقى منذ عام 2014 بدأت الخطوات الأخطر نحو الحرب فقد شهد ذلك العام سقوط العاصمة صنعا من قبل لتحالف صالح الحوثي الميليشاوي وفي مطلع العام التالي قام هذا التحالف الثنائي بالانقلاب على السلطة الانتقالية عبر سلسلة من الخطوات بدأت باقتحام دار الرئاسة ومحاصرة منزل الرئيس الجمهورية وقصف قصر المعاشيق وانتهاءا بإعلان التعبئة الشعبية العامة من قبل زعيم الميليشيا في الحادي والعشرين من مارس 2015 تلاها اقتحام محافظة الجنوب وتعز بالسلاح الثقيل والتي استدعت تدخل التحالف العربي بطلبنا الرئيس هادي إذن الحرب كانت هي الطلقة الأخيرة في مواجهة قدر التغيير الذي أتت به ثورة الحادي عشر من فبراير الحرب إذن كانت مخطط لها بغض النظر عن النتائج هذه الحرب تهدد اليوم في أخطر حلقاتها الكيان اليمني ونسجه الوطني وتنتج وضعا إنسانيا كارثيا غير مسبوق من يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه اليمن ولماذا تتعثر مساعي السلام مرة بعد أخرى وكيف يمكن إيقاف الحرب والتوجه إلى سلام حقيقي ودائم للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سيكون معنا الليلة للنقاش من تعز الكاتب والصحفي عبد العزيز المجيدي ومن بولندا وكيل وزارة الخارجية الأسبق مصطفى النعمان أرحب بكم ضيفي الكريمين وأبدأ معكم بالسؤال المشترك هل يمكن أن يصل اليمنيون إلى سلام قبل أن يسقط الإنقلاب؟ البداية معك سيد مصطفى النعمان أولا أنا لا أختلف في التوصيف أختلف في التوقيت الإنقلاب وقع في 20 يناير عندما احتجز الرئيس ورئيس الحكومة 21 سبتمبر وقعت الأحزاب كاملة على وثيقة ما سمي حينها بوثيقة السلم والشراكة الوطنية أن يقال أنها وقعت تحت تهديد السلاح أن يقال أنها وقعت تحت ضغط الحوثيين وميليشياتهم التي كانت قد اقتحم الصنعاء هذا مردود عليه لأن الكل الشرك في حكومة حكومة الأخ خالد بحا فيما بعدها لكن ما حصل ما بين 21 سبتمبر 21 يناير هو الارتخاء الذي حصل في القرارات التي اتخذت في أسلوب الرئيس هادي في إدارة الدولة وركونه الكامل على جمال بن عمر والسفير الأمريكي حينها بغض النظر سيد مصطفى عن هذه التفاصيل التي سنناقشها بطبيعة الحال في سياق هذه الحلقة يعني لن نختلف كثيرا حول أشهر فيما يتعلق بالانقلاب الحديث الآن عن السلام هل يمكن أن نذهب إلى السلام قبل أن ينتهي الانقلاب ما ترتب عليه؟ لا هذا قد هو هذا الذي يريد أن أصل إلى أن هناك حالة انقلاب تمت في 20 يناير يجب أن تنتهي المشكلة الخطيرة في هذه القضية أن هناك متغيرات حصلت على الأرض والأخطر فيها ليس المتغير السياسي لأن المتغيرات السياسية تحدث في كل الأحيان المتغير الخطير الذي حدث فيها والمتغير المناطقي والفجوة التي صارت موجودة داخل المناطق اليمنية وبين الجنوب والشمال وداخل الشمال نفسها السلام لن ينتهي إلا بعودة شرعية الدولة كيف تعود هذه الشرعية؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرحه الجميع ممتاز إذن السلام لن يعود إلا بعودة شرعية الدولة هذا ملخص طيب أستاذ مصطفى سنناقش كثير من التفاصيل التي جاءت في إجابتك وهي أيضا حديث محل لغط وخلافات في المشهد السياسي لمن بشكل عام أتحول لك الأستاذ عبد العزيز المجيدي والسؤال ذاته ماذا عن قدرة السلام والانقلاب؟ هل يمكن أن نذهب إلى السلام قبل أن يكون قد انتهى الانقلاب تماما وكل ما ترتب عليه؟ الأستاذ مصطفى النعمان أعتقد أنه لخص متطلبات السلام وهي عودة الشرعية وبالتالي إمكانية عودة السلام مبنية بدرجة رئيسية على عودة الشرعية واستعادة كافة مؤسسات الدولة وأعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث على الأرض إلا من خلال إنهاء الانقلاب بشكل كامل وسيطرة القوات الحكومية على كل المؤسسات السيادية للبلد أما النقطة التي أشار إليها الأستاذ مصطفى والمتعلقة بمسألة حدوث الانقلاب ومن ثم توقيع اتفاق سلام نحن للمرة الأولى نسمع عن انقلاب يحدث في اليوم الأول وفي اليوم التالي يحدث توقيع اتفاق سياسي وكأنه اتفاق خارج ضغط الانقلاب الذي حدث والذي من خلاله انتهت بشكل قدري كل مؤسسة الدولة وأصبحت حتى قرارة الرئيس مختطفة ووقعت تحت الضغط العسكري والسياسي للمجموعات الانقلابة التي سيطرت على المراكز السيادية في الدولة وعندما نتحدث عن سقوط وزارة الدفاع لا أعتقد أن هناك أحدا يمكن أن يتحدث لاحقا عن مقام مؤسسات رئاسية أو سياسية تمارس مهامها بشكل حر وبعيد عن أي ضغوطة نعم نعم إذن إجابة واضحة وستكون أيضا هي سأحيلها إلى سيد مصطفى بعد هذا الفاصل الذي نشاهد فيه تقريرا يستعرض المسار السياسي لمحطات لتسويات سياسية منذ العام 2011 وحتى الآن نتابع ثم نعود الاستئناف النقاش في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011 تم التوقيع على المبادرة الخليجية كحل للأزمة السياسية ومخرج للمخلوع صالح بعد ثورة الشباب السلمية في الحادي والعشرين من فبراير 2012 منح المخلوع صالح حصانة من الملاحقة القضائية مقابل مغادرته السلطة وخلال الفترة من مارس وحتى نهاية العام خاضت كل القوى السياسية حوارا وطنيا اتفقت فيه على معالجة كل القضايا الوطنية وخرجت بوثيقة شاملة تحدد شكل ومستقبل الدولة الجديد عقب انتهاء الحوار انقلب الحوثيون على المخرجات واجتاح المدن اليمنية بالسلاح في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 قامت ميليشيا الحوثي والمخلوع باحتلال مؤسسات الدولة واسقاط العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من مارس 2015 اعلن زعيم ميليشيا الحوثي التعبية العامة ضد الدولة وقصف انصاره مقر اقامة الرئيس هادي في عدن في السادس والعشرين من مارس 2015 انطلقت عاصفة الحزم العسكرية ضد الانقلابيين بطلب من الرئيس هادي في الرابع عشر من ابريل 2015 اصدر مجلس الامن القرار 22-16 ودع الميليشيا للتراجع عن انقلابهم فورا في يونيو 2015 عقدت مشاورات جنيف في سويسرا ولم يتحقق اي نتائج في ديسمبر 2015 عقدت مشاورات بيالا السويسرية ولم يتم تنفيذ اجراءات بناء ثقة التي تم الاتفاق عليها في ابريل 2016 بدأت مشاورات الكويت وانتهت بتوقيع الحكومة ورفض الانقلابيين بعد فشل مشاورات الكويت حاول المبعوث الاممي اكثر من مرة لاستئناف المشاورات السياسية دون اي نتائج في الثامن عشر من ديسمبر 2016 اعلنت الحكومة والتحالف العربي بدأ عملية تحرير الساحل الغربي وتم استعادة السيطرة على باب المندب وتحرير مدينة المخا نعم عودة اليكم مظيفية الكريمة بعد هذا الاستعراض لسلسلة من القولات التي قولات مشاورات قولات لمحاولة ايقاف الحرب والذهب الى سلامة في البلد كما يبدو من خلال هذا الاستعراض ومن خلال ما نعرفه بانه كان هناك طرفاً معرقلاً لهذه المحطات التي مر بها اليمني لماذا سيد مصطفى النعمان لا يتم مخاطبة هذا الطرف بشكل واضح وصريح من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الفاعلين في الداخل لإيقاف العبثه وإيقاف مضيه باتجاه الحرب واستمراره بالانقلاب وتداعياته للذهب باليمني ما العقيب في الموضوع؟ المجتمع الدولي والدول الخارجية ليست جمعيات خيرية هي جمعيات لها مصالة تبحث عن مصالحها تبحث عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بها من قراء أي عملية داخل أي بلد كان الدول الكبرى مصالحها في اليمن لا يجب أن نضخمها مصالحها ليست كبيرة إلى الحد الذي يستدعي منها التدخل المفرط كما يحدث في سوريا كما يحدث في العراق كما يحدث في ليبيا دول ثرية عندها ثروات عندها موقع استراتيجيها وبالتالي صار الملف يعني ليس من الأهمية بما كان عند هذه الدول بحيث يستدعي منها تدخلاً مباشراً قوياً أو يصل إلى حد التدخل الضغط على هذا الطرف أو ذلك ولهذا الملف الآن هو عند مجلس التعاون الخليجي وبالذات عند المملكة العربية السعودية وعند دولة الإمارات لأنهما الأقرب والأكثر تأثراً وتأثيراً في الداخل اليمني أما المجتمع الدولي في نهاية المطاف يرى أين مصلحة وهل هناك ضرر من استمرار الحرب؟ هل هناك ضرر فائدة من إيقافها؟ اليمن تحول إلى قضية إنسانية بالنسبة للمجتمع الدولي لم يعد قضية هامة إلا من هذا الجانب الذي نراه من الصور التي تنشر هنا وهناك وتتلقفها منظمات الإنسانية وتنشط فيها غير هذا اليمن سيظل ملف عادي في دوائر هذه الدول نعم لماذا لا يتم تسمية من أعلن الحرب والذهاب إلى السلام يطلب منه أن يوقف هذه الحرب أقصد المجتمع الدولي وأنت تتحدث الآن بأن المجتمع الدولي ليست لديه مصالح كبيرة في اليمن لكن على ما يبدو أنه منحاد لطرف ما وبالتالي لا يتقرأ في تسميته ومخاطبته بشكل مباشر كمتسبب في هذه الحرب سيدتي القرار 22-16 واضح ولا لبس فيه هو يتكلم عن انقلاب حدثا واعتقال رئيس دولة ورئيس حكومة وطالب باستعادة الدولة لمؤسساتها كاملة دون قيد ولا شرط لكن الإشكالية مش في القرار فقط القرارات عندما تصدر من الأمم المتحدة تريد ذراع لتنفيذها هذا الذراع منحة للدولة التحالف العربي والآن نحن من 26 سبتمبر 2015 إلى اليوم الأمم المتحدة لا تستطيع أن تفعل أكثر من هذا لا تستطيع أن ترسل قوات ولا الدول الكبرى كما قلت مهتمة بالشأن اليمني أكثر من بعده الإنساني أو كورقة مساومة بينها هي الملف العسكري أو ملف تنفيذ القرار 22-16 هو بيد الدول التحالف العربي ولا نتوقع لا يجب أحد أن يتوهم أن المجتمع الدولي سيفعل أكثر مما فعله الآن نعم سيد عبد العز المجيدي إلى أي درجة من المهم أن يعرف الجميع في الداخل وفي الخارج من الذي أعلن الحرب حتى يعرف من الذي يعرقل السلام لا أعتقد أن هذا سلاء سؤالنا مهما الآن بعد سنتين من هذه الحرب الدامية هناك سؤال أعتقد هو الأهم وهو كيف نستطيع أن نقلب قيادات الإنقلاب والعصابة الإنقلابية لعفاش والحوثي إلى المحاكم وكيف يمكن إنزال العقاب الرادع واللازم والمكافئة لهذه القرائم التي اقترفتها هذه العصابة بحق اليمنيين طيلت سنتين من الحرب مسألة أن يكون هناك طرفا واضحا في ما تم خلال السنوات الماضية وكيف شن الحرب على اليمنيين وكيف أعلن التعبية العامة وكيف أيضا أعلن ما يسمى بالقهاد وبما ينطوي عليه هذا المصطلح من مضمون تكفيري لليمنيين باعتبارهم مقامع خارقة عن الدين ويجب مقاهدتهم واستخدام مصطلح القهاد بهذا الشكل كان واضحا ولهم دلولاته لدى جمعة معينة بالنسبة للعالم بالفعل العالم ليس جمعية خيرية العالم عندما تلقف الأزمة اليمنية خلال عام 2011 أعتقد أنه كان مهجوزا بمهمة واحدة وهي كيفية احتواء الثورة اليمنية كي لا تكمل مسيرتها باتقاه إسقاط نظام علي عبدالله صالح بشكل كامل وبالتالي قاءت وقسر هذا المسار من خلال تسوية سياسية للأسف لم تكن القوى السياسية والنقبة السياسية اليمنية قاهزة لهذا التغيير القوهري والكبير الذي قاء على يد الشباب اليمنين المطلعين إلى الخلاص من نظام فاسد ومنظومة عصبوية متعفنة وبالتالي ما حدث هو أن المجتمع الدولي حقق الهدف الرئيسي من التدخل في الشأن اليمني من خلال إطلاق المبادرة الخليجية والتسوية التي منحت علي عبدالله صالح قزءا من السلطة ومكنته من العبث بتفاصيل المشهد اليمني وبإسناد وتعاون بل ودعم دولي كان أحيانا يظهر من خلال تفاصيل بعض التصريحات التي لمسناها من خلال بعض القيادات الغربية شاهدنا هناك كان جون بيرنان مسؤول الاستخبارات الأمريكي أو مساعد أوباما في ذلك الوقت لشؤون مكافحة الإرهاب يقول قبل نقل السلطة من علي عبدالله صالح بأن من حق علي عبدالله صالح وعائلته العودة للحكم والمشاركة بالانتخابات بمعنى أن هذه التصريحات كانت تشجع ضمنا علي عبدالله صالح على ممارسة نفس اللعبة التي شاهدنا تفاصيلها خلال فترات الماضية وحذرنا من أن هناك محاولة لعادة تصدير صالح وعائلته وهناك أيضا لعبة أخرى كانت تتم من خلال ما يسمى بحوارات الموفمبيك التي كانت تتم ضمنا في أقواء مخملية إلى حد بينما كانت الميليشيات تكتاح وتسيطر على الكثير من المناطق وكان اليمنين يدعون إلى أن يقاف السلاح ونزع السلاح من هذه الميليشيات أولا ومن ثم القلوس على طاولة حوار وطني يضم كل الفئات اليمنية ويناقش كل المعضلة اليمنية بتفاصيلها لوضع حلول شاملة لليمنين لكن بالمقابل كان المجتمع الدولي يضغط باتقاه السير في هذين الخطين المتوازيين الذين كان سيصلان بالضبط إلى حالة الانفقر التي وصلنا إليها لأن المجتمع الدولي كما قال الأستاذ وما هو ثابت أنه ليس جمعية خيرية هو ليس جمعية خيرية بطبيعة حال أستاذ العزيز بينما كان يحدر من اندلاع حرب أهلية كان في الوقت نفسه ينضق شروط الحرب الأهلية في اليمن نعم إذا ما تحدثنا هذا عن مصالح المجتمع الدولي والدول العظمى والتي هي بطبيعة الحال مستفيدة من هذه الحرب أستاذ مصطفى إذا ما اتجهنا باتجاه شخصيات السياسية اليمنية وخاصة تلك الشخصيات التي تعتبر نفسها محايدة ما مصلحتها نحن تحدثنا عن المجتمع الدولي لديه مصالحه يعني بالأخير هم يتاجروا من خلال هذه الحروب ويستفيدون منها في كل الأحوال اليمنيون أنفسهم خاصة أولئك الذين الآن يتحركون في جولات مكوكية لمبادرات سلام كما يطرح الآن على السطح ما مصلحتهم الانحياز لطرف من أطراف الحرب ما مصلحتهم من عدم الانحياز بثقلهم مع طرف الدولة لإحلال السلام في البلد أولا لازم نوضح شيء واحد أن أي شخص يتحرك في اتجاه السلام لا يجب أن نضعه في خنة الطرف الآخر أنا أسأل هل هناك من تحرك في هذا الاتجاه وهو مناوئ للشرعية هل هناك من تحرك وهو يطالب باستبعاد الشرعية عن المشهد السياسي أو عن عملية السعادة في الدولة نعم كل من يتحرك في هذا الإطار نعم هذا ما يحدث سيد مصطفى ما يحدث الآن أن هذه التحركات تتعامل مع الشرعية باعتبارها طرفا مساويا للإنقلاب طبعا بطبيعة الحل لا تستطيع هذه الأطراف الحديث عن الشرعية بأنها طرف مستبعد عن المشهد لكن وضعها كطرف بمقابل الإنقلاب هذا خدمة للإنقلاب طبيعيا المسألة ليست قضية شخصية لمواقع واحد يريد أن يتبوها أي واحد كان يريد أن يمسك موقع كان ممكن أن يرمي بالثقلية مع هذا الطرف أو ذاك ويمسك وظيفة وبالتالي نحن نعرف كلنا أن الوزراء في الحكومة الشرعية أو في حكومة الإنقلاب هذه الحكومة الهلامية ما قيمتهم الحقيقية على الأرض نحن لا نتكلم عن هذه المسألة أن مسألة المواقع في هذه اللحظة وفي هذا الوقت أعتقد أنها مسألة لا قيمة لها أصلا أن نحن نتحدث أن هناك بلد صار فيه حرب من عامين الكل متفق على أنه يجب أن تستعيد الدولة مكانتها ومؤسساتها لا أحد يختلف في هذا نحن نقول إذا كان هناك طريق آخر نستطيع أن نصل به إلى هذه الحالة يعني الأمم المتحدة الشعمة لليوم ما هي تحاول أن تجمع الطرفين الطرف الإنقلابي وطرف الحكومة الشرعية هي لا تفعل أكثر من هذا وهي التي تساوي بينهما مشناحا يعني المجتمع الدولي عندما يصدر قراراته وكلنا نعرف والمشاهد الكريم يعرف والأستاذ عبد العزيز وأنت تعرفي كل القرارات التي صدرت خلال العام الماضي كانت تتحدث عن الطرفين هي ساود بينهما ليس من تحرك في اتجاه السلام هو الذي فرض أن يقال أن الطرفين متساويين هذا غير صحيح القرارات الدولية سيد مصطفى ولو قاطعتك القرارات الدولية تحدث صحيح عن طرفين لكنها سمت صراحة الطرفين هذين الطرفين باعتبارهما طرفا يمثل الشرعية خاصة القرارة 22-16 الذي نساه الجميع وبدأوا يذهبوا باتجاهات أخرى والطرف الآخر باعتباره طرفا انقلابيا الأطراف اليمنية بين قوسين المحايدة لماذا على الأقل تتبنى هذا المنطق والذي هو منطق الأمم المتحدة فما بالك بأبناء البلد طيب يعني إذا كان من يتحرك في اتجاه السلام ويتحرك تحت القرارة 22-16 ما تضير في ذلك إذا لم يقل أحد أنه معترضا على القرارة 22-16 وبنوده وعلى فكرة ويجب أن يعرف الجميع أن القرارة 22-16 الدولة الكبرى الآن تراجع لأنها وجدت فيها أنه معرقل ليس الأطراف التي تدعو للسلام الأطراف التي تدعو للسلام ليس لها لا حول ولا قوة الطرفين الطرف الشرعية وطرف الحكومة الإنقلابية في صنعاء كان يمثلان من الشعب اليمني خلونا من التنظير السياسي سهل جدا أنا أتكلم عن ناس نحن نعرف جميعا أنهم يتدورون جوعا يموتون فقرا يقتلون بسبب هذه الحرب المجنونة نحن لا نقول أن نحن لا مع الشرعية ولا نقول أن نحن ضد الشرعية نحن نقول أننا مع اليمن أي أن كان الطرف الشرعي نحن معه ولن نتغير في هذا الباب والانقلابين نحن كما قلت في البداية أنا وغير كلنا قلنا أن ما حدث وانا أكرر أنه حدث في 20 يناير انقلاب كامل التوصيف لا يحتاج إلى تنظير ولا يحتاج إلى فلسفة كبيرة 20 ينايرا اعتقار رئيس الدولة ما حدث يوم 21 سبتمبر وكلنا نعلم كانت كل القيادات طيب سيد مصطفى لماذا لماذا يعتقد البعض وأرجع من جديد وأتحدث عن طرف من يعتبر أنفسهم محايدون في هذا المشهد بأنهم سوف يخترعون العجلة من جديد لماذا لا يتعاملوا مع القرار الأممي 2216 كمبادر للسلام وكخارط الطريق ويضغطوا على المجتمع الدولي وعلى الأطراف جميعها لتنفيذ هذه القرارات هذه القرارات لا تحتاج إلى مزيد من التفصيل أنا مش خذر أفهم من أين جاء أن أي إنسان يتحرك في اتجاه السلام أنه يتحرك بعيداً على القرارة 2216 يعني التأويل تأويل أننا نبحث عن السلام في كل مكاننا على وجه الأرض لا يعني أننا ضد القرارة 2216 طيب 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 سأعود إليك أستاذ مصطفى سأعود إليك أنت الآن تؤكد بأنه في إطار القرارة 2216 أيضاً أستاذ عبد العزيز حتى ولد الشيخ حتى كثير من الدول التي نراها تدعم صراحة يعني أحياناً نراها بالفعل تدعم الإنقلابيين تتحدث أيضاً عن مرجعية الثلاثة لكنها في الواقع تتصرف خارج سياق هذه المرجعية خاصة تلك المبادرات التي تتحدث عن حكومة وحدة وطنية تتحدث عن خطة ألف وخطة با وتحركات منطقة هنا ومنطقة هناك وكأنها تكافئ الإنقلابيين على فعلتهم وتستبعد تماماً أي حديث عن عدالة انتقالية أي حديث عن محاكمات ومساءلات لمن قاموا بهذا الإنقلاب هذا الحديث الماية عن مبادرات سلام مغطى بعنوان المرجعية الثلاثة وفي الواقع هو بعيد عنها كيف تفسره أنت؟ سيدة الكريمة أعتقد بأن الأمم المتحدة وكبار المسؤولين في الدول الغربية قبل الإنقلاب وأثناء مؤتمر الحلوى الوطني كان يطلقون الكثير من التحذيرات والتهديدات بأن من سيعرق إلى السلام سيواقه مصير غير سيواقه حقوبات وسيواقه مجتمع دولي صلب في هذا القانب ومع ذلك عندما حدث الانقلاب لم نشاهد شيئاً من هذا القبيل بل شاهدنا مساعي دولية لشرعنة الانقلاب من خلال التحركات التي قام بها جمال بن عمر لاحقاً في صنعاء ولو لم يتم إخراج رئيس القمهورية من صنعاء لكان تم شرعنة الانقلاب وتم إنهاء الأمر من خلال الضغط على توافقات سياسية مقبرة عندما يكون رئيس القمهورية تحت الإقامة القبرية ماذا سيكون وضع بقية الأطراف السياسية التي لا تمتلك أي خيار من الخيارات الممكنة لرفض أي تسويات قد تفرض عليها وبالتالي لم يكن هناك قدية حقيقية من المجتمع الدولي في حماية التقربة اليمنية التي كان يتم الحديث عنها باعتبار تقربة فريدة من خلال مؤتمر الحوار الوطني وغيره بل بالعكس كان هناك دول راعية عشر ساهمت إلى حد كبير في حدوث التدعيات التي حصلت لاحقاً من خلال الانقلاب ومات له لاحقاً لو لا أن المسألة كانت بالضرورة تمس أمن قومي لدول إقليمية كبرى لكنا أيضاً استمرين فيما استمرين عليه وبالتالي أعتقد بأن أي حديث عن أن المجتمع الدولي سيسعى باتقاهات من أقل إعادة شرعية الدولة اليمنية أو أنه سيسعى لتطبيق قراراته هو شكل من أشكال الضربة الودع ليس هناك مجتمع دولي شاهدناه في كثير من الملفات لا تحدث عن مجتمع دولي سيد عبد العزيز لا تحدث عن مجتمع دولي لتحركات المجنزرات على الأرض ما ستفرضه المجنزرات على الأرض نعم أنا لا تحدث الآن عن قهود المجتمع الدولي إنها باتت واضحة بأن هناك ليست وأنت متفق أيضاً مع ضيفنا من بولندا بأنه ليست هناك قدية حقيقية لإنقاح التقرباء اليمنية الديمقراطية لكن كنت أتحدث عن مبادرات التي تصدر عن بعض الشخصيات اليمنية كمساعي لإحلال السلام في اليمن والتي في حقيقتها وفي مضمونها لا علاقة لها بمرجعيات التي تؤسس السلام حقيقي المبادرات التي تحركت على ضلال الأحداث خلال الفترات الماضية هي مبادرات في معظمها كانت لأشخاص أعتقد بأن كثير منهم كانوا محسوبين على طرف معين في نظام المخلوع صالح عندما نتحدث عن المجموعة التي تحركت مثلاً عندما تم الوصول إلى فرضة نهم وكانت هذه المجموعات تطلق أفكار متعلقة بمسألة والتي تحركت تحت ما يسمى بالطرف الثالث هذه المجموعة وكان فيها أيضاً الأستاذ مصطفى نعمال وأنا أعتقد أن الرجل ربما يتحرك بنوايا صادقة لكن من خلف هذه المجموعة هناك شغل مرتبط بمجموعة علي عبدالله صالح التي تتحرك في مناطق كثيرة ونحن نعرف بأن كثير من أفراد هذه الشبكة متواجدون في الأردن وفي القاهرة وكثير من الدول الأوروبية وتحديداً نقطة تمركزها الحقيقي هي موجودة تقريباً في ألمانيا هذه المجموعة تصوري أن مثلاً حسين كشخص كحسين المسوري الرجل الذي عاصر كل المراحل التي خاضت فيها القوى الطائفية صراعاً ضد القوى الوطنية منذ أحداث غسطس ومات له وبالتالي الوقوف مع نظام علي عبدالله صالح الذي صف كل الحركة الوطنية بالانتهاء بآخر نقطة تمت من خلال الإنقلاب الأخير أعتقد بأن مثل هذا الرجل سيطلق مبادرة سلام ماذا يعني السلام بالنسبة لهذا الرجل السلام بالنسبة لهذه الجماعات هو سلام ينبغي أن يقوم بدرجة رئيسية على إعادة مجموعة علي عبدالله صالح إلى الحكم ضمن تسويات وصفقات تعيد الدوامة اليمنية إلى نقطة الصفر لم تنتق الحروب اليمنية والأزمات والمشاكل إلا المزيد من الصراعات والأزمات لأنها لم تكن تمس قوهر ومشكلات الأزمة والمعضلة اليمنية المتعلقة بمسألة الهيمن والسيطرة على تفاصيل المؤسسات السيادية لها البلد ونحن ندرك أن مؤسسة كالجيش هذه المؤسسة تم تصفيتها في أوقات مبكرة من بعد ثورة 26 ستمبر وبالتالي تراكمت هذه التصفيات أعقاب سيطرت علي عبدالله صالح على الجيش ومات له من تصفية لكل الرموز الوطنية داخل الجيش وانتهاءا بتصفيات الجيش القنوبي واستلام دولة القنوب بشكل كامل علي عبدالله صالح يا سيدتي علي سالم البيض سلم له دولة كاملة في القنوب بنوايا حسنة من أجل الدخول ضمن مشروع وطني لنا كل المشاكل والانقسامات نعم وسلم اليمنيون أيضا سلطة من جديد في 2011 في المبادرة ضمن المبادرة الخليجية نعم عبدالعزيز ولم يتم مل القبول برئيس من القنوب حتى لمدة عامين نعم عبدالعزيز يعني اليمنيون مروا بمراحل كثيرة من قولات السلام ومدوا أيديهم للسلام كثيرا خاصة مع المخلوع صالح وعن مع ميليشيا الحوثي تحدث عبدالعزيز الآن منذ يعني تسعين وأربعة وتسعين ويعني إذا ما وصلنا إلى 2011 والمبادرة الخليجية ثم المؤتمر الحوار الوطني الذي تعامل مع المخلوع صالح وكيانه وإيضا الميليشيا الحوثي كجماعة سياسية برغم أنهم كانوا لازالوا يحملوا السلاح أيضا قاءت السلم والشراكة يعني سواء اختلفنا أو اتفقنا معك سيد مصطفى بقوة السلاح أو بالورود كما ربما يعتقد البعض هي أيضا اتفاقية سياسية رضخة لها اليمنيون على مضض ومع ذلك انقلبات الميليشيا الحوثي على كل هذه القولات أو المحاولات للسلام ما القديد الذي يمكن أن تأتي به محاولات أو مبادرات يقوم بها مجموعة من اليمنين هنا أو هناك وهناك أيضا سؤال هؤلاء الذي اعتبرتهم لا حول لهم ولا قوة وهناك أيضا أسئلة تعلق بمن يمولهم ويمول هذه التحركات الكبيرة لهم في عواصم العالم أولا كنت أفضل لو كان الله عبد العايز لم يذكر أسماء بعينها يعني التجريح الشخصي لن يفيد في شيء ولم يدرح بالأس و هو أكد على حسن نواياك إذا كنتم أبقى لا 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 أنا أنا مش محتاج شهادة يعني الشيء لسنا بحاجة شهادة لا اشهد له ولا اشهد لي أنا أتكلم أن الحديث عن شخص بعيني يعني لو أحسن المسوري له ما عليه له عليه ما عليه ثم أن المجموعة نفسها هاتولي واحد من رئيس الدولة الحالي الشرعي إلى أصغر موظف في هذه الشرعية لم يكن عاملا مع علي عبدالله صالح. مش مسكان عاملا وكان فاسدا في عهد علي عبدالله صالح. واتخذ ساحة التغيير. واتخذ الشباب كما يتخذ الهندوس سنهر القانج لتطهروا من آثامهم. فلا أريد أن ندخل في هذا الباب. الشيء الثاني الذي يجب أن أؤكد عليه أن النعمان سحبت جنسيته من النظام في ثمانية وستين وكانت الحرب قائمة بين الجنهورين والملكيين بسبب دعوته للسلام. نحن لما نبحث عن السلام. هذه مسألة محسومة بالنسبة لنا. نحن لم نقل أن الشرعية غير معترف بها. نحن نعمل تحت ظل شرعية. وكلنا لسنا معها على خلاف شخصي. نحن مختلفون من البداية حول أدائها. هذا شيء. الشيء الثاني. التلميح على من يمول يمول ماذا؟ يعني واحد يتركب تذكرة. وكلنا ما يسورون. ما عندنا مشكلة مالية. يعني أنا الآن لو فتحت من أين يتسافر في هذا ومن أين يدفع فلان. ومن يمول هذه المحطة. ومن يمول تلك الصحيفة. ومن يدفع لهذا الصحفي. يعني هي الصدفة. صدفة تجمعت هذه المجموعة. وصادف أن لديها بعض المدخرات. والتقوا في أكثر العاصمة. أيوة. لكن ليس معنى هذا أنهم ينفقون موّلين من دولة. يعني من هي الدولة هذه التي مستعدة تنفق على كل هؤلاء الذين يعملون في هذا الباب. هذا هو السؤال. أيوة. كلهم عندهم مال. كما عند الموجودين الآن في الشرعية. مالوا ما شاء الله عليهم. يعني مالهم. معروف. معروف مصادر الشرعية السعودية تموّل. يعني معروف أنتم من يموّلكم. حتى من قبل. حتى من قبل. يعني إذا نحن لا أريد أن ندخل في أسماء. نحن نعرف كلها أنها كانت فاسدة. وكانت تنهى بالأراضي وتنهى بالمال العام. كلها الآن في صفة الشرعية. ما حد يعني ولن أذكر اسمها. لأن نحن عارفينهم. ماش قصة هذه. طيب. طيب. أستاذ مصطفى. هل حمل السلاح في إطار جيش وطني ومقاومة شعبية للدفاع عن نفسها. يتناقض للدفاع والإحماية الدولة وقيمة الدولة. يتناقض مع فكرة السلام؟. ما الذي قال هذا؟ أنا أسأله. لا. أنا أقول نحن معترفون بالشرعية. معترفون أن هناك رئيس شرعي برغم كل ما أخذنا عليه. مش من اليوم. أنا أنا أخذي على عبد رب ومصور هذا من حين تولى السلطة. مكتوبة ومنشورة ومذاعة. ما عندش مشكلة فيها؟. طيب. ما هي صيغة السلام إذن تتحدثون عنها؟. نحن اليوم بعد عامين من السلام الحكومة الشرعية تقول أنها عندها 80% من الأرض تحت سيطرتها. يعني 80% ونحن نعرف أن فيها 25% من السكان. ماذا صنعت في ذلك المكان؟. ما هو الذي قدمت للمواطنين؟. هل سلمت مرتبات؟ هل ثبتت الأمن؟ هل شغلت الكهرباء؟. ما هي صيغة السلام التي تتقدمون بها؟. ولهذا صورة السلام. هناك متصارع داخل البلد. وأنا على فكرة لما أقول متصارع أننا نتحدث عن الشرعية والانقلابيين. هناك لاعبون محليون ظهروا. لا هم مع الشرعية ولا هم مع الانقلابيين. هؤلاء لا يجب إغفالهم. الآن من الذي في تاعز؟. من الذي يدير تاعز؟. هل هو المحافظ الموجود في عدن؟. ولا فيه قد فيه أكثر من عشرين قائد من المقاومة موجودين تاغل تاعز؟. هؤلاء لاعبون. هل سيتنازلون عن ما قدموا من تضحيات لإخراج الحثين من تعز؟. الذي في عدن؟. من يدير عدن اليوم؟. من يدير أبيان؟. هؤلاء فيه لاعبين؟. هذا هو الخطر في السفران الشرعية. طيب أنا كنت سألتك عن صيغة مبادرة السلام التي تحاولون الآن تقديمها أو ترويجها. أنا قلت لك أن هناك أطراف يجب أن تجلس على طاولة الباحثات. وأنا أقول أنه لن يحل المشكلة اليمينية إلا اليمنيون أنفسهم. مثل ما حدث. فيها. ما القديد سيد مصطفى؟. تحدثنا عن مؤتمر الحوار لتسعة أشهر وما يزيد. نتحدث عن قولة في بييل. قولة في جنيف. أكثر من مئة يوم في الكويت. ما الذي يمكن أن تقدمونه أنتم؟. ما القديد الذي يمكن أن تضيفه هذه المبادرة؟. ما هي الخسارة في أن نحاول أن نستمر في المحاولة؟. قد الماء على رقة يكسر الحجرة على شدته. يعني نحاول ونحن إذا كنا نحاول في مسعى الاستلام. لإنقاذ اليمنيين من هذه الحرب. وأكرر مرة أخرى حتى لا يفسر هذا الكلام أننا ضد الشرعية. نحن نتكلم عن استعادة الشرعية لمؤسساتها. كيف تستعيد الشرعية لمؤسساتها؟. هي الآن من عامين في ضل قصف وحرب وقتل ودماء ودمار وجوع وفقر. هذا كله معروف. هل نستمر أيضا لسنتين ثلاث أربع حتى ينتهي بقية الشعب اليمني؟. أم نحاول؟. طيب. لكن أيضا لم أسمع منك إجابة ما هي المبادرة التي يمكن أن تحل مشاكل الناس؟. ما هو الاختراع الجديد الذي يمكن أن تفوق على كل القهود السابقة فيما يتعلق بمبادرة سلام؟. سأعود إليك أستاذ مصطفى. نتأخر نا على الأستاذ عبد العزيز. سعبد العزيز المقيد. إلى أي حد استطاعت فعلا بعض الأطراف المنحازة لطرف أو لآخر. الاستفادة من بعض الأخطاء والتعثرات فيما يتعلق بقبهة الشرعية لترويق أفكار تخدم الانقلاب بشكل مباشر وتستند عليها؟. أنا اليوم ملاحظة على ما قاله الأستاذ مصطفى. وهو يتكلم في البداية عن أنه مع الشرعية ومع استعادة الدولة الشرعية. وفي نفس الوقت يقول أننا نتكلم عن أطراف صراع وأننا لسنا مع الشرعية ولسنا مع الانقلاب. وهذه حدوتة تحتاج إلى تفسير كثير. الواضح أن هناك شرعية منقلب عليها. وهذه الشرعية لا تمثل نفسها عبد الرب منصور. هذه لا يمثل نفسه عبد الرب منصور. هذه يمثل إرادة يمنية انتخبته بشكل توافق من جميع الأطراف. ما فيها علي عبدالله صالح وقماعته. ومع هذا هذه الشرعية هي مرتبطة بمستقبل واستقرار وحق اليمنيين في أن يذهبوا إلى المستقبل بشكل آمن بعيد عن الإنقلابات واستخدام السلاح والقوة. وبالتالي كل هذا الالتفاف حول الرئيس ليس لأن أداءه قيد أصلا. برغم كل المساوعة التي حصلت من خلال هذا الأداء للرئيس والسلطة الشرعية خلال فترات معينة. ومع هذا اليمنيون يرفضون البتة أن تأتي جماعة من خارج التاريخ لتفرض نفسها بمنطق الاستحقاق الإلهي. وبمنطق أصبويات ما قبل الدولة لتقول بأنها هي الأحق بأن تحكم. لأنها سيطرت على المخزون الأكبر من السلاح عندما يتحدث الأستاذ مصطفى عن 25% من اليمنين هم الذين يقعون تحت سيطرة الشرعية. بينما 75% أنا أقول له بأن 75% من اليمنين هم مختطفون تحت سيطرة الميليشيات المسلحة التي الآن صادرت كل ما يتعلق بحياة اليمنين. صادرت البنك المركزي استولت على واردات وموارد اليمنين. نهبت كل ما يخص اليمنين. والآن هي تنهب وتختطف أطفالهم. بمعنى أنها تنهب أخص خصوصيات اليمنين وتتعامل معهم كمنظمة قريمة. وليست أطراف سياسية. وبالتالي أعتقد أن هذه الجماعة لا تحتمل فكرة أن يكون هناك طرف محايد ضمن فكرة الجمع بين الأطراف وغيرها من هذا القبيل. نعم لا تحتمل الفكرة طرف محايد. سيد مصطفى. طيب سعد عزيزي. طيب سعد عزيزي. طيب سعد عزيزي. ما يحدث في اليمن لو سمحت لي بس أكمل هذه الفكرة. طيب. ما يحدث في اليمن هو خارج سياق ما يحدث في العالم كله. هناك أقلية وهذه الأقلية هي أقلية الأقلية تحاول الاستحواذ على اليمنين. لكنها هي أكثرية مع المصطفى الصالح. وفرض نفسها عليهم. بإذنها هي صاحبة الأحقية في الحكم. اليمنيون لا يطلبون شيء يا سيدتي. يطلبون دولة مواطنة. طيب مصطفى. فكرة ترحية غير مقبولة في هذه اللحظة. أستاذ مصطفى النعمان. وهو سؤال طرحه الأستاذ عبد العزيز. بأن هناك تناقض بين أن تقول بأن هناك انقلاب كامل الأركان حدث في البلد. وهناك شرعية متفقين عليها. إذن لماذا نكون بحاجة إلى طرف ثالث. هناك شرعية وهناك انقلاب. لماذا لا ننحز كلنا للشرعية. ننحز كلنا للدولة. وبالتالي يطلق الدائرة على الانقلاب وتنتصر الدولة. وجود الطرف الثالث هذا الألاء. يشتت الجهود ويضيعها ويخدم الانقلاب. الشرعية أداء. الشرعية مشيافطة فوق بقالة فاضية. دولة تحدث عن الدولة بغض النظر عن أداء الفاعل فيها. كيف؟ نتحدث عن الشرعية. نتحدث عن خيار الدولة. عن طرف الدولة. نحن لم نختلف. هؤلاء الذين يمثلون الشرعية. ماذا قدموا لها؟ لو لا التحارف العربي ماذا كانوا سيفعلوه؟ يعني خلونا نكون واضحين الآن. القضية ليست قضية مزايدة على 25 مليون يمني يرزحون تحت خط الفاقر ومهددون بالمجاعة. هذه الشرعية نفسها هي بأدائها. الرخب هي التي أوصلت الحوثيون إلى داخل صنعاء وداخل عمران. مش أنا الذي وصلتهم. طيب. نحن موضوعنا أنتفين. نحن موضوعنا موقفك أنت ومن يتحدث عن حياد في هذه اللحظة؟ الحياد في هذه المسألة. الحياد هو موقف. أنا لست مع الشرعية. أنا لست مع الشرعية في أدائها. أنا قلت لك من البداية. أنا ضد الإنقلاب. ولا يمكن أن نقبل به. ولا يمكن أن أجيزه. ولا يمكن أن نبرره. هذه مسألة محسومة. أنا أتحدث. أي شخص محايد هو موقف له. يعني أنا لما أقول اليوم أن الشرعية لا تقول بأدائها. كيف يمكن؟ دعنا أن نتوقف عند هذه النقطة لأهميتها. ولأنه كبرت دائرة المحايدين في المشهد هذا الذي لا يلتبس على أحد. نتحدث عن دولة وانقلاب سيد مصطفى. هل وجود أخطاء ومشاكل في جمهة الشرعية نظرا لغياب الدولة؟ تبرر أننا نتخذ موقف ثالث؟ لا لا. الآن الطرف الثالث ليس بديلة. الطرف الثالث هو طرف يحاول أن يجمع هذه الأطراف التي لم تستطع أن تتحاور. لم تستطع أن تصل إلى نتيجة الوقف الحرب. أنا ما قلت أن نحن داخلين كبديل. ولا طارحين أنفسنا كبديل. نحن طارحين فكرة للحوار بين اليمنيين. كفكرة. ليس هناك من يتحدث بأنكم بديل. هناك من يتحدث صراحة بأنكم تخدمون الإنقلاب. هذا يتحدث كما يريد. وإيش المشكلة؟ النعمان سحبت جنسيته يا أستاذ أوسان أسوان. سحبت جنسية أحمد محمد نعمان. هل يعلم اليمنيون هذا؟ هل يعلموا لماذا سحبت جنسيته وفي ظل الحرب؟ ليس سحبت؟ طيب ما هو هو عن النعمان الآن؟ نحن نتحدث عن هذه اللحظة. نتحدث عن هذه اللحظة. لماذا لا يلتف الشخصيات السياسية الوطنية حول موقف وطني واضح؟ أحمد محمد نعمان كان من قادة الثورة وكان من الناس الذين نادوا بالنظام الجمهوري وظل جمهوريا. لكن هذا لم يمنعه من الدعوة للمصالحة بين الملكين والجمهوريين في عام 68 و 67. هذه مسألة محسوة. هل أحمد محمد نعمان عندما اطلب بالمصالحة الوطنية هل كان يقول أن أنا لست جمهوريا وأنني صرت مع الصرف الملكي؟ هل قال بأنه محايد بين الجمهورية والملكية؟ أسألك هل كان يمكن أن يقول أن أنا محايد فيما يتعلق بالجمهورية والملكية؟ التعبير عن ما قال أنا لما أطلب مصالحة وطنية بين طرفين متحاربين أنا أو أنت أو الأستاذ عبدالعزيز أو أي طرف آخر عندما يطلب بهذا ماذا يقال له؟ إيش يسمي نفسه هذا؟ طيب أنتم يمنيون تركوا هذا الشأن لغير اليمنيين على الأقل يعني دعوا العالم ينظر إلينا على أننا كثلتين لا ثالث لهم دولة وإنقلابين دولة ومتمردين أنا أسرتي في اليمن المجتمع الدولي لا دونالد ترام ولا أوباما يهموا الشعب اليمني ما تفرقش معها يموت الشعب اليمني هذا كله ولا بوتين ولا الذي في أمريكا إيش يهمه تستمر الحرب عندهم مصالح كبرى تستمر هذه المصالح نحن اليمنيون المعنيون بهذه المسألة ولهذا يجب نحن الذين نتحرك يجب أن نتكلم مع الكل مع الحوثيين الإنقلابيين وأقولها مرة أخرى وأنا أقولها في أي لقاء يتم بيننا وبينهم في أي مجتمع دولي في أي جمع دولي أقولها وبصراحة ولا عندي مشكلة فيها والشرعية نحن لم نختلف حولها هذا مسألة يجب أن تكون واضحة أنا أطلب اليوم وأقول يا إخوان طيب دعونا نحاول ولا نحاول لنكون بديل عنكم نحن نحاول لكي نقرب بينكم إذا كان إسماعيل ولد الشيء لا يستفهم العقلية اليمنية هل يمكن أن تلخص لي في دقيقة أبرز ما يمكن أن تروقوه أنتم تعتقدوا بأنه يمكن أن يحدث السلام ما هي المبادرة التي تحملونها؟ المبادرة هي أن يلتقي اليمنيون تحت سقف واحد وأنا دعوتها وكتبتها كتابتا دعوت أن يجتمع اليمنيون تحت سقف واحد وبحضور الكل الشرعية وبأكراف سيد اليمنيون أستاذ مصطفى اليمنون يجتمعوا كثيرا ما الجديد أتحدث عن جديد في هذه المبادرة اجتمعوا كثيرا ويجتمعوا لشهور ولأكثر من مرة وتحت ضمانات دولية وضغوط دولية ولم تخرج هذه القولات كلها بأي جديد يا أستاذ أوسان نحن وأنا شخصيا لن أدعو لاستمرار الحرب مهما قيل عني لن أدعو الاستمرار لا أحد يريد الحرب سيد مصطفى نتحدث الآن عن رغبة حقيقية لكل اليمنيين لإيقاف الحرب ما هو الحال؟ لن تأدأ اليمنيون هم المعنيون بحل مشكلتهم أن يجتمعوا تحت سقف واحد وأن يصلوا إلى حل مشاكله المشكلة الآن في اليمن هي مشكلة السلطة ليست لا مشكلة ولا أحد معني باليمنيين لا السلطة الشرعية ولا الانقلابين كلهم ما شاء الله عليهم مرتاحين والشعب اليمني هو الذي يدفع الثمان أنا مبسوط أسرتي في اليمن تعاني لكن أنا أعاني معهم لكن هؤلاء الذين في الشرعية والذين يطالبون باستمرار الحرب طيب يا أخي خدلس سيد مصطفى لا أحد يدعو لاستمرار الحرب أنا عن نفسي لم أسمع أي طرف يدعو لاستمرار الحرب لا السعودية ولا الرئيس هادي ولا حكومة الشرعية فقط الإنقلابين هم الذين يتحدثوا عن القهاد والمجهود الحربي سأتحول بسؤال أخير أستاذ مصطفى لسيد عبد العزيز هل فعلا أستاذ عبد العزيز المجيدي هل فعلا اليمنيون بحاجة الآن لأن يقلسوا تحت سقف واحد ويتناقشوا وهذا كل ما يحتاجه اليمنيون الآن ليصلوا إلى السلام باختصار سيد عبد العزيز قلس اليمنيون لأكثر من قرابة العام تحت سقف واحد وأنتقوا وثيقة وطنية مجمع عليها من كل الأطراف والطرف الذي اعتقد أن بيده الكفة الرئيسية من القوة والسلاح ذهب باتجاه خياره الخاص وذهب للهيمنة على البلاد وفرض سيطرته باعتباره أنه يمثل الطرف ذات صاحب الأحقية في حكم اليمنيين وفي فرض نفسه عليهم هذا المنطق هو الذي دمر اليمنيين لمدة لقروننا نحن نتكلم عن ميراث ألف ومائتين سنة من الأساطير الدينية التي تحدث عن أحقيات من حل برأيك إذا سعد العزيز ما هو أفق السلام في البلد وبالتالي هنا مشكلتنا ليست المشكلة عندما يتكلم الأستاذ مصطفى عن أن اليمنيون يجلسوا مع بعض ويتحاوروا مع بعض هذا كلام أعتقد أنه تكرار لأشياء تم تقربها على الأرض في فترات كثيرة قبل اندلاء حرب ٩٩ كان هناك وثيقة العهد والاتفاق الوثيقة الحوار الوطني كان متفق عليه ومجمع عليه من كل الأطراف من الذي انقلب عليها هناك مشكلة رئيسية تتعلق بوسائل وأدوات القوة يجب نزع أسلحة الدولة واحتكارها لمصلحة الدولة أولا ومن ثم نذهب باتقاة تسوية تعيد بناء سلطة ودولة اليمنيين إذن نبدأ من حيث نزع أدوات القوة بيدا هذه الأساطير الدينية باعتبارها طرح إرهابي يستهدف إقصاء اليمنيين من بلدهم نعم أشكرك جزيل الشكر سيد عبد العز الميدي كنت معنا عبر أقمر الصناعية من تعيز ومن بولندا كان معنا وكيب جزيرة الخارجية الأسبق مصطفى النعمان أشكرك جزيل الشكر كما أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة في الختام تقبل وتحياتي أنا أسوان شاهر ومعد البرنامج أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمائلة ترجمة نانسي قنقر